نروح لكورة كايزر تشيفز الأهلي هيخلص طار ممتخب مصر إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله وحطاه في الاعتبار دي ده وضوع الدوافع ده وضوع الدوافع عايزين ده عندك واحد ده نمسى اللفات ده طيب نروح نشوف كورة كايزر تشيفز مع دكتور وليد المعدل العام للتحليل الطريقة والسجوب اللعب والاستحواز كل دي أرخام برضو تقول لنا كورة كايزر تشيفز هم دايما يميلوا الكرة بما أنه طريقتهم دفعية يعني المرتدات والكورة السريعة يمكن تكون الأبرز نقرأ الأرقام الخاصة بكورة كايزر تشيفز مع حضار الدكتور وليد طبعا ده ممكن يدينا شوية كمان معدل أو مؤشر لشكل طريقة أداء كايزر تشيفز هم معدل استحوازهم في المباريات 48% ووضح إن هم بيسيبوا الكورة أكتر للفريق اللي قدامهم ولما بيمتلكوا الكورة بيتحولوا للهجوم معدل الفرص الصحيحة واحد من خمس يعني من كل خمس فرص عندهم فيه فرصة بيعرفوا يوصلوا بيها للمرمى معدل أهداف المتوقع واحد وستة وثلاثين من مية وزي ما شرحنا قبل كده إن معدل أهداف المتوقع عشان في بعض الناس بتسألنا يعني إيه اهداف متوقع او اهداف متوقع الكمبيوتر التحليلي بيحلل كل الهجمات اللي عملها الفريق في مباراة ما وبشوف كم هجمة من هذه الهجمات كان ممكن تنتهي بهدف محقق بغض النظر عن عدد الأهداف الفعلي فهم عندهم معدل واحد وثلاث هدف في المباراة وهم ما يعرفوش يوصلوا للمعدل ده وده برضو يديكم طبعا هم ما بيقدروش يترجموا كل الفرص بالشكل بالمتوسط المقبول يعني تمام الأهداف طبعا عندهم تقريبا هدف في كل ستة واربعين دقيقة ومعدل التصويب على المرمى من كل 11 تصويبة فيه أربع تصويبات بتطوح على الترجمة بس عندهم خلي بالك أن الاثنين اللي بيصوبوا يعني معدل ده معدل التصويب ده من كل اللعيبة لكن عندهم الاثنين المهجمين وخصوصا نوركوفيتش من اللعيبة اللي بتصوب حلو وكاسترو كمان بيصوب حلو يعني من الحاجات اللي لازم خط دفاع واصلة الآية ياخد باله منه المعدل طبعا الشباك النظيفة عندهم 17 مباراة بشكل عام يعني بشكل المسابقات كل المسابقات التمريرات الطولية عندهم بمعدل 39 تمريرة في المباراة المعدل العرضيات 13 عرضية كل 554 دقيقة العرضيات من الجهة اليمين 6 والجهة الشمال 7 لكن الجهة اليمين مؤثرة أكتر من الجهة الشمال تمام أل ولكن أعلى تأثير بالضبط فروزلر من الباك اليمين بتاعهم بيدفع كويس يعني بيلتزم كتير في الجانب الدفاع لكن لما بيتقدم بيعمل شغل كده قرائب من اللي بيعمله علي معلول اللي هو الكرة العرضية رايحة لرأس المهاجم وكمان نوركو فيتشي بيستقبل بيعرف يستقبل أحيانا المهاجم بيعرف يأخذ العرضية من ناحية أكتر من ناحية فيه هي بتبقى عدل الجسم أو تكنيك لعب لنوركو فيتشي بيعرف يستقبل العرضية من الناحية اليمين أفضل من استقباله لما بيكون واخد الاتجاه الشمالي ودي برضه يعني ستايل لعب عشان كده فيه ده يديك برضه شوية نقاط كده لازم لعب تلقالي وأكيد أكيد طبعا درسوا كل ده بيتسو مسماني وعارف يوقف مين لمن خلال المحاول لو خطورة لو خطورة كايزر تشيفز تساوي 100 وشلنا منه سامير نوركو فيتش خطورة كايزر تشيفز تساوي كاما؟ طيب ما تشيل نوركو فيتش ومعا كاسترو خمسين خمسين ولو خطورة برضه وكايزر تشيفز تساوي 100 وشل ما كسروا خمسة وعشرين كمان خمسة وعشرين كمان يعني انت شايف انه دول القوة ضربة ليه في كايزر تشيفز طبعا لان هو شكل أداءهم الناس دي بتلعب عرضيات حل فطول مين اللي بيستقبل عرضيات هم اللي اتنين روس الحربة وطبعا على رأسهم نوركو فيتش نوركو فيتش فإذا انت قدرت تحرم الفريق من الآلة التهديفية اللي بتهدف برأسها كويس واللي وقفة متمركزة بتستقبل أي عرضيات فانت كده خلاص خدت منه مصدركو عارف انت شمشون لما تقصره شعره في القصورة المعروفة يعني فبيفقت كل قوته فهو هذا الشمشون هو شعره نوركو فيتش فإذا انت قدرت تتحكم عشان كده أرجع تاني وأقول بدري بنون من المدافعين اللي هيكون عليهم أو اللاعبين بشكل عامل اللي هيكون عليهم دور كبير جدا لأنه من أفضل لعيب الأهلي في التعاون مع القرات العرضية فلازم يكون ليه دور قد يفكر بيتس المسلماني في أنه يحط ياسر إبراهيم بدل أيمن أشرف عشان فرق الطول لصالح ياسر ويعرف يتعامل مع عرضات ممكن ده يكون يعني احتمال من أفكار مسلماني وأن كان أيمن أشرف حتى مع إنه مش طويل لكن عنده التكوف حلو جدا وبيعرف يلعب براسه كمان لكن زي ما بقولك هي دي معطيات المباراة إن فريق بيلعب عرضيات إنجلترا من أكتر جابت خمس أهداف لحد ما وصلت المباراة النهائية بالعرضيات ماجواير وهاريكين بيعرفوا يلعبوا عرضيات كويس فإذا قدرت تحرمهم من العرضيات وتوقف وتطلع الكورة كمدافع بشكل كويس فإنتكده حرمتهم من نص قوات إحنا ما نوصلهمش للعرضيات أساسا أنه بقى فدنا البوابة خالص ونوركوفيتش أنا عرفك أنا بحس يعني أحساسي أنا بحس كده أنه اللعيبة دول عاملين زي الحصنة فصايل فيه استايل بيبقى تقول من فصيلة واحدة أنا بحس أنه سامين نوركوفيتش مع فرق المستوى بس شكل التكنيك تقصه شكل التكنيك والستايل وطريقة اللعب وطريقة الجارية والإمكانيات الجثمانية بحسه إبريموفيتش بس على صغير إلى حد ما بحسه شابة فيه استايل لعب بس طبعا مع فرق الإمكانية هو إبراهيموفيتش بتاعهم بتاعهم بالظبط كده هو إبراهيموفيتش ليهم لا هو طبعا ليه خطير جدا والأهلي كان يمكن بعض الصحف جنوب أفريقيا ربطته بالأهلي في وقت من الأوقات مهاجم ممتاز وهو زي ما تكلمنا هو مصدر القوة ومصدر الثقة الهجومية الفريق فهما إذا أنت حتى معنويا إذا لقوا هذا النجم والستار بتاعهم بعيد عن الفورما أو منفصل عنهم وإحنا بنكلم عن نوركوفيتش نشوف بعض الأرقام نشوف اللعيب يا بقى بتاعي يعني اللعيب لعيب كده تقول لنا كده رايتك بما إحنا هندخل في مواطر القوة ومواطر الضعف نشوف أرقام شوف أحسر حد بيعمل كل حد بالظبط كده بالظبط طيب طبعا سامير نوركوفيتش اللي بنكلم عنه من شوية كتير هو الهداف أحرص ثلاث أهداف معاهم في البطولة أكتر واحد صاوب هو برضو نوركوفيتش خمس تصويبات على المرمى من 18 تصويبة التمريرات بيرنر بيركر عنده 77% نسبة تمريرات صحيحة ده أفشا بتاعهم أفشا بتاعهم هو فعلا صانع اللاب بتاعهم بيركر هو أحيانا بيلعب وعلى طول بيرمي لقدام يعني في العيبة تخبرتكرة ترجع لورا ده يمكن على طول بصص لقدام بص هما خلينا نكمل أرقام الأول وبعدين ندخل على الملاحظات الفنية التمريرات البينية برضو بيرنر بيركر 16 تمريرة المراوغات الصحيحة برضو بيركر 20 يعني مراوغة صحيحة من 38 محاولة ودي على فكرة نسبة حلوة بالنسبة المراوغات دي نسبة هيلة جدا تمام الاستخلاص الكورة من ملعب الخصم نيجي بقى الكاردوزو اللي برضو محتاجين نتكلم عنه شوية لأنه ده مهم جدا دانيال كاردوزو ده مساك بيلعب في طريق 3-5-2 مساك بيستخلص الكورة أفضل حد المساكين بتوحهم كلهم بيلعبوا برجلهم اليمين بلعبوا برضو بيلعبوا باليمين التلاتة بيلعبوا باليمين صح? بس الدفاع الالتحامات الهوائية طبعا بيرجع لنا نوركوفيتش بـ 45 نجاح من 106 محاولة التحام الهوائي والعرضيات روسلر اللي كنا بنتكلم عنه 28 عرضية من الناحية اليمين والتمريرات الطويلة اهو بقى ظهر دور كاردوزو بانون بتاحهم اه بانون بتاحهم بالضبط كده هو باكستر لما مسك الكايزر تشيفز لقى عنده نقطتين قوة ايه هم العيب بيلعب براسه حلو قوي انه سامير نوركوفيتش فراح هتطلو فروزلر الباك اليمين اللي بيرفع عرضيات حلو قال له انت كل دورة انت بتدافع لكن لما الكورة معانا في حالة الهجوم انت هتتقدم وترمي عن الرجل ده استايل هجوم الاستايل التاني عنده العيب بيعرف يعمل من تحت حلو بيعرف ياخد الكورة ويتقدم على فكرة كاردوزو المساج ده كتير جدا في المباراة بيسيب قط الدفاع وينضم يبقى لعب وسط تالت او تاني لانهم اكتلات خمساتين بيلعبوا بديفندر دفاعي واحد يعني بسابت احيانا هو كمان بينضمه بيه بتعمل صغرة هو بيحب يعتقدم بالكورة وبيحب بيكمل وعنده كده ملكة انه عايز يروح ويمرر هو بيبني حلو وبيمرر حلو بيروح يدور على باركر ويديله الكورة ويباركر يلف شوف كاسترو او نوركوفيتش ويدي لهم البياني او يرقص ويشوت فهي دي طريقتين الهجوم اللي بيعتمد عليهم طبيعي